هنبدأ شغلنا مع بعض. انا هشتغل بخيط اه تقدر تستخدمي اي نوع خيط متوفرة عندك. اه هبدأ اعمل حاجة اول حاجة هعملها عقدة البداية بالشكل ده. هشتغل بابرة مقاس تلاتة. طبعا مقاس الابرة حسب نوع الخيط اللي هتشتغل بي. وهبدأ اشتغل عدد سلاسل. انا هشتغل ستين غرزة. هبدأ هكملهم ستين غرزة سلسلة بالشكل ده. تمام يا بنات. انا هنا اشتغلتهم خمسين غرزة. اه لقيت ستين هتكون الوردة كبيرة. فالحجم ده مناسب لي. اه خمسين غرزة سلسلة. هبدأ بعدها ارتفع اتنين سلسلة. تمام بعد ما برتفع اتنين سلسلة بلف الخيط على الابرة وبروح لتالت آآ سلسلة معي وبشتغل فيها غرزة نص عمود. معي تلات لفات على الابرة بطلع منهم مرة واحدة. وبعدها بلف الخيط على الابرة وبدخل في الغرزة اللي بعدها بسحب الخيط معي تلات لفات. بطلع من التلات لفات مرة واحدة. وهكمل شغلي بغرزة النص عمود بالشكل ده. هدخل في كل سلسلة تقابلني. غرزة نص عمود. نخلي بالنا نشتغل على العدلة بتاعت السلسلة كده. يعني ما نشتغلش غرزة كده والسلسلة تلف معي. لا. نخلي بالنا اللي بقى شغلين على سطر واحد. وندخل في كل غرزة وبنشتغل بغرزة النص عمود. هكمل غرز السلسلة كلها ونرجع نكمل مع بعض. بغرزة النص عمود. هبدأ في آخر السلسلة. هرتفع تلاتة سلسلة. وهلف الشغل الناحية التانية. وهلف الخيط على الابرة وهدخل في اول غرزة في السطر. وهشتغل فيها عمود بلفة. تمام? بعدها هياخد اتنين سلسلة. وهلف الخيط على الابرة وهارجع لنص الغرزة. لنفس الغرزة وهشتغل كمان عمود بلفة. وهلف الخيط على الابرة وهشتغل كمان عمود بلفة. اهو. انا ارتفعت تلاتة سلسلة واشتغلت عمود. بعدها اخت ارتفاع اتنين سلسلة واشتغلت اتنين عمود في نفس المكان. ده كده الشكل معايا. بعدها هعمل ايه? هيخد غرزة واحدة وهلف الخيط على الابرة وهعد واحد اتنين تلاتة في السلسلة رقم تلاتة وهشتغل عمود بلفة. بعدها عمود بلفة في نفس المكان. بعدها اتنين سلسلة و اتنين عمود بلفة. كمان مرة في نفس المكان. اهو. بعدها هاخد سلسلة واحدة بس. وهلف الخيط على الابرة وهسيب واحد اتنين تلاتة في غرزة رقم تلاتة هدخل فيها وهشتغل بنفس الطريقة اللي هي اتنين عمود بلفة. اتنين سلسلة. بعدها اتنين عمود بلفة في نفس المكان. واضح? اهو. تاني مرة اشرة مرة هيخد سلسلة. بعدها واحد اتنين تلاتة في الغرزة رقم تلاتة باشتغل اتنين عمود بلفة. اتنين سلسلة. اتنين عمود بلفة في نفس الغرزة. قلي عمود. التاني. عفواني بنا. وبكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة. بعد تلات غرز في الغرزة التلتة باشتغل فيها اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة اتنين عمود. ده بيكون الشكل معي. بكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة. بسط السطر معي. هعمل ايه? العدد تطلع معي بالزبط. هرتفع تلاتة سلسلة وهالف الشغلة النحية التانية. شايفين الفراغ اللي كنا ناخده بين كل اتنين عمود والتاني اللي هو اتنين عمود اتنين سلسلة. بفراغ الاتنين سلسلة ده هعمل ايه? هشتغل ستة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة العمود رقم ستة. تمام? وهقفل فين? هنا كنا بناخد فراغ سلسلة بين كل صدفة والتانية. في الفراغ ده هشتغل فيه غرزة حشو. تمام? بعدها بغلف الخيط على الابرة وبروح للصدفة اللي بعدها مباشرة واشتغل فيه الفراغ اللي في الوسط ده. بشتغل فيه ايه? ستة عمود بلفة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. العمود رقم ستة. وبقفل فين? اهو في الفراغ ده. فراغ السلسلة بقفل بغرزة حشو. تمام? ونلف الخيط على الابرة ونروح للصدفة اللي بعدها. ونكمل فيها ستة سلسلة. ستة عمود. تمام يا بنات? اهو الستة وبنقفل بغرزة دي الحشو بروح في كل فراغ من الفراغ الاتنين السلسلة بنشتغل فيه ستة عمود بلفة. وبنقفل في غرزة حشو فين? في فراغ السلسلة الوحدة اللي بين كل صدفة التانية. ونكمل شغل السطر كله بنفس الطريقة دي. في كل فراغ باشتغل ستة عمود بلفة وبقفل بغرزة حشو في غرزة السلسلة اللي كنا بناخدها فراغ بين كل صدفة التانية. وهنا وصلت لاخر صدفة واشتغلت فيها ستة عمود وهقفل في اول غرزة كده هو هقفل بغرزة حشو. وكمان بعدها هاخد سلسلة وهبدأ هاخد مسافة من الخيط وقص الخيط واسحب الخيط بالشكل ده. وهخلي الخيط ده معي هجمع به الوردة بتاعتي. تمام? هبدأ هنا هجيب ابرة اه ابرة معدن اللي هي بالشكل ده. ابرة تشطيب المعدن. وهلضم فيها طرف الخيط بطريقة دي. بزبط اكفيت بس. وهنا هبدأ الف الوردة بتاعتي بالشكل ده. هجمعها. كده. وهجيب طرف الخيط وهبدأ الفها كده. وهخيط هجمع اللفات اللي انا لفتها دي ببعضها كده. بالابرة. تمام? وهرجع تاني من مكان تاني كده. هحاول اخد كل اللفات معي. حيث اجمع الوردة كلها. ما تتفكش مني بسهولة. اهو. وهرجع تاني هنا. بس كده هجمعها بالطريقة دي هبطل رايحة جاية بالابرة كده. بجمع الوحدات في بعضها. اهو. طبعا ده خيط البداية هنضفه. اهو يا بنايت ده شكلها بعد التجميع وده حجمها. ايه طبعا نقدر نشتغلها بانمع خيط مختلفة ده خيط كريستال. ايه عدد الغرز البداية كان اكبر فالوردة معي اكبر بالشكل ده. وده كمان. خيط ديها. بس عدد الغرز البداية اكبر فهنا الوردة دي اكبر من دي. طيب نقدر نستخدمها في حاجات كتير قوي ومنها. اه نقدر نستخدمها في اه ماسك اه سطارة بالشكل ده. على اهوة السطارة هتشتغلي بعد بتشتغلي الوردات هتثبتيها بالابرة والخيط وتقدري ان انتي اه تلمي بيها سطارة بالشكل ده. هكون شكلها هكده. بيها تربطي طبعا السطارة. اه شكلها هيكون اه طحفة جدا ومميز. اه وطبعا نقدر نستخدمها في تزين الملابس نقدر نعمل منها توقل الشعر اه اه تزيني بيها الشنط. حاجات كتير جدا. اه هتستخدمي فيها الوردة البلدي دي او الوردة المجسمة طبقات. اه وده كان فيديو النهاردة يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم مش هرح يكون واضح. لو عجبك الفيديو ريت تعملين لايك واشتراك للقناة لما كنتيش مشتاكة معي في القناة تفايزر الجرس عالكل علشان يوصل لك اشعار بكل فيديو جديد دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة